يقول الحديث الوارب عن نبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في سورة قل هو الله أحد ما ترى هذا الحديث؟ سورة قل هو الله أحد تعدل ثلثة القرآن هذا الذي ورد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعدل ثلثة القرآن يعني في الثواب والأجر لما تتضمنه هذه السورة من المعاني العظيمة لأنها صفة الرحمن سبحانه وتعالى فهي تعادل في الأجر ثلثة القرآن لأن القرآن فلا تقسام إما أخبار عن الله سبحانه وتعالى وأخبار عن أمور الغير وأخبار عن الأمم السابقة لما ينفع الناس ويعظهم وإما أحكام تشريعية في العبادات والمعاملات وبيان الحلال والحرام وإما إخبار عن الله جل وعلا توحيده وأسمائه وصفاته فسورة الإخلاص في هذا المقسم في الإخبار عن الله سبحانه وتعالى فهي تعادل ثلثة القرآن لهذا المعنى ما ترجمة نانسي قنقر